تنفيذ لتوجيهات حضرة جلالة الملك المعظم وأمر سمول العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 6128 خدمة إسكانية على المواطنين أعلنت وزارة الإسكان والتغطية العمراني بدأ إجراءات توزيع وحدات سكانية بمدينة شرق سترة على المواطنين المستفيدين ولدى مباشرتها إجراءات توزيع الوحدات على المواطنين أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد لربيح وزيرة الإسكان والتغطية العمراني بأن الشروع في توزيع وحدات مدينة شرق سترة يعد بأكرة الخدمات الإسكانية التي سيتم تخصيصها للمواطنين خلال الأشهر المقبلة وقالت الوزير آمنة لربيح أنه فور صدور أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 6128 خدمة إسكانية قامت الوزارة بإعداد الجدول الزمني للتوزيع والبدء في التواصل مع المواطنين المرشحين للاستفادة من توزيعات مدينة شرق سترة مفيدة بأن التوزيعات في هذه المدينة ستستمر حتى منتصف الأسبوع الجاري كما أشارت الوزير إلى أن فريق العمل بالوزارة يعمل حاليا على إنهاء إجراءات عدد من المستفيدين من التمويلات الإسكانية الجديدة والمشمولين ضمن أمر توزيع الخدمات الإسكانية حيث يجري حاليا تمرير عدد كبير من طلبات المواطنين المتقدمين وأكدت وزيرة الإسكان أن الرعاية الملكية السامية لقطاع السكن الاجتماعي والدعم اللامحدود من قبل الحكومة شكل حافزا كبيرا لتنفيذ خطط المشاريع في المدن الإسكانية وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص مؤكدة عزم الوزارة على مواصلة المسيرة الإسكانية الناجحة بالمملكة والسعي نحو رفض المسيرة التنموية الشاملة بالمزيد من المكتسبات الإسكانية أول شيء أشكر وزارة الإسكان على أنهم نعدوني حق البيت وثاني شيء أن نطلب تاريخ 17-2002 الحمد لله رب العالمي وأن الله وفقنا وحصلنا ترشيح أولا العيد كان عيدين عيد الوطني وعيد الفرحة اللي جتني من 20 سنة أنتظرها طلب مالي اللي هو 20-2002 سلونا قالوا لك واحدة سكنية في شرق سترة استنصت الحمد لله ونشكر جلالة الملك وسموه لي العهد رئيسي الوزارة عندي حجرة بروحي برتبها وبلع فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر